أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته العبد يعيش في هذه الدنيا ما بين صراء وضراء ما بين فرح وحزن ما بين عافية ومرض ما بين فقر وغنى هكذا الدنيا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى كاملة في كل شيء بل كتب عليها النقص دائما وإلا ما اشتاقت نفوسنا إلى ما عند الله في الآخرة لو كانت الدنيا تسير على وطيرة واحدة من الغنى من قضاء الحوائج من العافية من السعادة من الفرح لا استغنينا بها عن الآخرة وما اشتاقت قلوبنا إلى ما عند الله ولكن جعلها الله دار ابتلاء دار امتحان دار اختبار حتى تختلف بكليتها عما أعده الله في الآخرة التي هي دار النعيم ودار الجزاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ السَّابِرِينَ مِنْكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ آيةٌ لَوْ جَعَلْنَاهَا أَمَامَنَا لَا اصطراحت نفوسنا آيةٌ تُطِلُّ بِنَا عَلَى الدُّنْيَا لِنَعْرِفَ حَقِيقَتَهَا وهذه من رحمة ربنا بنا آيةٌ نجعلها أمامنا ننظر في كلماتها وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَكَأَنَّهُ تَأْكِيدٌ مِنَ اللَّهِ بِأَنَّ الْإِبْتِلَاءَ لَابُدَّ وَاقَعَ بِشَيْءٍ من الخوف ليس كل الخوف وإنما بعض الخوف يضيقنا الله سبحانه وتعالى بعض الأمور حتى نرجع إليه ونتوب حتى نتوكل عليه ونرجع عن المعاصي ونحسن أغلاط نفوسنا ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ كَأَنَّ الْمَرَضَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْإِنْسَانِ وَكَأَنَّ الْخَوْفَ الَّذِي يُصِيبُهُ عندنا عدام الأمن وكأن نقص الأموال وكأن قلة الثمرات هي امتحان للعبد ابتلاء له أَيَصْبِرُ قال نعم أريد من هي؟ قال هذه المرأة السوداء أراد ابن عباس أن يعرفها بصفة ظاهرة فيها وما أراد أن يحقر أمرها أو يصخر من شكلها رضي الله عنه هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك فرحت هذه المرأة الصالحة عندما سمعت بأن الجزاء هو الجنة تصبر على هذا الصرع وتصبر على هذا المرض وترضى بهذا الابتلاء طالما أن الجزاء هو جنة الله في الآخرة قالت يا رسول الله أصبر ولكنها رجعت فقالت يا رسول الله ولكني أتكشف هذا شأن المرأة الصالحة التي تخاف أن يظهر من بدنها شيء لا تريد أن يظهر منها شيء فقالت ولكني أتكشف أيضع الله لي إذا ما أصابني الصرع وجاءتني تلك النوبة أن يصطرني الله ولا أتكشف رضي الله عنها ورضي الله عن الصالحات التي كن يستترن ويخفن أن يظهر منهن ما يقعهن في صخط الله فقال صلى الله عليه وسلم ودعا لها بأن لا تتكشف هذا هو الابتلاء وهذا جزاء الصبر على الابتلاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة